دلوقتي يا دكتور حضرتك قلت اقل وقت للجماعة اللي هو ايه نص ساعة المدعبة نص ساعة والجماعة نص ساعة والجماعة برض نص ساعة اه ما اقلش عن كده يعني قذف اثناء المدعبة اه من فترة النص ساعة يتعلم تاني يستنى نص ساعة ويجمع تاني لو الزوج قذف اثناء المدعبة بينتظم ربع ساعة نص ساعة واحسن انتصاب تاني ما ينفعش يسيب زوجته كده دلوقتور في في يعني اشخاص ما بيستنوش بيخذفو ويكملو كمان ويخشو في التاني بس خلي بالك معي صلى عنك صلى عنك احنا عندنا فترة اللي هي يعني عندنا فترة ما بين الانتصاب والانتصاب من نص ساعة لا فيش واحد ما بيفصلش يعني ينزل وبعدين ينزل وبعدين ينزل ويفضل طول النهار كده ده ما تخلقش لسه انما في فترة انفصال بين الانزال والانزال لكن من حق الزوجة اذا الزوج نزل دون ان تشبع يستنى ربع ساعة نص ساعة ويجمع تاني عشان الزوجة تشبع ويكون عنده زوج وعنده ضمير اي ما رجل اللي هتشبع منه زوجته ده رجل خين امانة لا مش هزيتها وتسيب وصلى عندي ما هو هي بص اذا المرأة شبعت من العلاقة احبتها واذا لم تشبع من العلاقة ريهاتها هو بقى يعمل بقى يعني يعمل اللا مش هيطولها ليه لان انا مش مستفيدة حاجة للازف الشديدة مخلفة سبع تمن عيال وعمرها مش بعت من جزء عندنا واحد مسافر بيرجع كل سنة يجامع يجيب عائل ويمشي عنده عشر اتنشر عائل بقى وعشرين تلاتين سنة بره فيش لا شبع ولا جنس والكلام ده احنا عندنا ناس زي واحد يقول لك ايه هو بعض المتالفسين يعني هو مش المطلوب من الجنس الاشباع المطلوب من الجنس الولد وانا بجيب ولد يا صلاة النبي يعني 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 انت مسحت المتعة مسحت اكبر متعة ربنا عمالها على وش الارض عشان تجيب ولد ما يرضيش ربنا وبعد ما جايب خمس ستة عيال خلاص وقع في الارض ما بيجيبش حاجة تانية يعني يا دكتور الزوجة ليه هو ان هي تجبع اصلا؟ لازم بحق الزوجة ان تجبع ولابد ان يتعلم الشباب هذا واذا الشاب بنزل من غير ما زوجته تجبع ينتظر لغاية ما يحصل انتصاب تاني ولازم يجامع لله سبحانه وتعالى لازم تجبع ولو مش ابعدش هيروح النار واحدة تصلى حركة دكتور هل في اعساب طبيعية لألام الدورة الشديدة والدورة الطبيعية المفروض تكون كل قد يتيجي؟ تاني احنا قلنا الدورة الطبيعية بتاعت السيدات الدورة الطبيعية اللي هو النازف الدم نازف الدم من تلت يام لخمسة يعني نازف دم يعني هي بتغير الفوطة بتاعتها خمس ست مرات في اليوم دي اسمها دورة طب العلامة بتاعت اول الدورة ما بتتحسبش طب انا خلصت تلت يوم او رابع يوم وبعدها بيومين تلاتة نزلة نقطة او نقطة ما بتتحسبش موضوع النقطة او النقطة ما بتحسبش ما بتحسبش دورة الا اللي بتغير فيها خمس ست فوط في اليوم طيب لو انا خلصت دوان باغتسل واصلي وجزي جميعني وكل حاجة. حتى لو نزل دم بعد كده مجراش حاجة. قلو عليه طبت ابليس ومساعدة ايه. تي حاجة. يبقى دي مدة الايه? الدورة. يبقى مدة الدورة اللي هو النزف الحقيقي بتغير خمس ست فقط في اليوم من خمسة من تلاتة الخمس تيات. طب لو قبل كده بيومين وبعد كده بيومين تلاتة لا 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 دي تتعالج دي ست هسة. لازم تتعالج حضرتك. نعم. الاعشاب ده عند دوان ده. في بعض سيدات كتير وبنات عندها انيميا. فالانيميا دي بيبقى همجلوبينها عشرة تسعة. فبيجي لها الام شديدة بتعضي في الارض. اول ما بنعالج الانيميا يعني همجلوبينها بيعضي احداشر اتناشر الالم تختفي. خلاص? يبقى اول حاجة نعالجها عشان الام الدورة ايه? الانيميا. الانيميا تلاتة ربع البنات اللي بتصوت من الدورة ما عندهاش دم. بتوع التلاتة في واحد والشبسي والكولة. علم الاخباطة. خلاص? يبقى اول حاجة نعالجها ايه? عشان علاج الام الدورة? الانيميا. نمرة اتنين? نبتدي بعد علاج الانيميا ندي بقى. يعني مثلا نص معالية قرفة. ها? نص معالية نسكة فيه. اي حاجة. في بعض السيدات ما بتستريحش الا لما بتاخد دواء معين. مسكن يعني. لكن نعالج الانيميا الاول. نعم. واحد بيصح يا ركا دكتور. هل مدعبة المهبل? مهبل الزوجة بالفم له اضرار? شوف يا سيد الفاضل. ربنا سبحانه تعالى? اباحل الزوجين يا افعل ما يشاء. زي يعني ايه? قال تعالى نساؤكم حرصوا لكم فاتوا حرصاكم النشيتهم وقدموا لانفسكم. كل واحد خبير مع زوجته. وكل ما كان الانسان يستطيع ان يسعد زوجته يبقى انسان عظيم جدا. لا حرج بينهما. نعم. شوف يا دكتور حد يسعد حرك هل مدعبة الدبر بالليل فيها حاجة حرام? لا بص اخلي بالك معي بس. احنا لما نيجي نتكلم نقول جسم المرأة كله حلال للرجل ما عادة فتحة الشارك بس. يعني هو المفروض ان هو اي جزء من المرأة حلال ما عادة فتحة الشارك بس. طيب. دلوقتي بيقول له اعرف معنى خصال الفطرة. خصال الفطرة طبعا معناها ايه? معناها ان كل انسان بالغ ولد او بنت واجب عليه الختان. عارفين الختان طبعا? واجب عليه ندفل الابط. يعني شيل شعر الابط وشعر العانة ولازم يقص دهوفره كل مرة. ولازم يجز الشارك. وطبعا لازم يغسل سنانه بالفرشة او بالمعجون. ويغسل البراجم الوضوء والاستنصار. دهما عشرة. دول خمسة وهو خصال الفطرة عشرة. اي انسان متميز راقي محترم ولد وبنت بيحافظ على ده. اي انسان والعياز وبالله بيحارب ربنا سايب توفره. وسايب شانبه وسايب. الدنيا منيلة وسايب شعر الابط والعانة. معفن يعني. فاي شاب معفن كده. على فكرة المعفنين عددهم كبير قوي. حضرب لك مثل صغير. احنا كنا في شركة ادوية وبنعمل اختبار لشباب. الشباب ده متعرض لي التعيين في شركة الادوية. فكان من ضمن الاختبارات اختبارات الجلدية. فكنا بنشوف اختبارات الجلدية شعر الابط وشعر العانة. اقسم لك بجلال الله من الفين شاب. الفين شاب في تسعة شايلين شعر الابط والعانة. و الف تسعمية واحد وتسعين سايبين شعر الابط والعانة. شوف تحنا عندنا بوزان قدي. وما حدش بيفتش على حد. ما حدش بيفتش على حد حضرين. طب اللي سايب شعر الابط والعان ده قبل ربنا ازاي? عرفت احنا بيضين ولا لا? طيب. بعد كده عندنا واحد بيقول لك ايه? انا لا استريح الا بالنوم على البطن. وقد سمعت ان هذا حرام. ماذا افعل? النابى عليه الصلاة والسلام نهانة عن النوم على البطن. ولد او Cao بنت راجل او سيد. النبي عليه السلام قال. ممكن انسان ينام على جنبه اليمين. ماشي. ممكن ينام على جنبه الشمال. ماشي. ممكن على ظهره. ماشي. يبدل. واحد جاني مرة وفتلتا كلية بيقول لي انا كل يوم بقوم جنب اليمين واجعلي. بقوله لا? قال له عرفتين بنام على جنب اليمين زي ما نبي ما قال. قلت له كان رسول الله يبدأ النوم على الجانب الايمن. ثم يتقلب. ده ربنا قال في القرآن ايه ونقلبهم ذات اليميني وذات الشمال فلابد ان تتقلب وانت نايم ده احنا في المستشفى عندنا عندنا بعض المرضى بيد ريدن ما بيقدرش يتحرك عند شرع رباعي او عنده غيبوبة بنعمل ايه ها لازم ندلكه نقلبه كل ساعتين نام على الجنب ده ساعتين نام على ظهره ساعتين على ليه لو نام على جنب واحد يجيله قرح فراش وديد فينا السرومبوزس وجلطات ونقلبهم ذات اليميني وذات الشمال فعشان كده احنا بنبدأ النوم على الجنب الايمن ممكن نام على الشمال شوية لكن نهر رسول الله عن النوم على البطن الا اذا كان حد عامل عملية في ظهره بقى واللي عنده قرح ده موضوع تيه طيب هو ما بيسترحش غير هو بينام كده لازم يتعود في بعض الدول جابت كور في الترينج وحطت الكور هنا عند البطن بحيث انت لو نمت على بطنك الكور توجعك فترجع تاني تنام على الجنب اليمين او الجنب الشمال او الضهر كويس مهم جدا اوعى تنام على بطنك اللي بينام على بطنشطان طيب برضو عندنا سؤال مهم لماذا يحرم نوم الاقارب معنى او لماذا يعني اه يحرم نوم الاشقاء مثلا ازاي النبعي السلام قال مروا اولادكم بصلاة هم ابنها وكم سبع تعلم ابنك وبنتك الصلاة وهم ابنها سبع ولازم ولادك يصل و لازم ولادك يعني يصله يعني لازم انا اب و ام لازم اتاكد ان ابني وبنتي وقفين جنبه يصل في بعض الناس اللي بيصلوا علي كلاسي ها ما بيخلوش ولادهم يصلوا وبعدين اللي بيصله على كورسيا يعلم نالما الصلاة ازاي طيب يبقى لا بد ان انت تعلم والدك الصلاة يبقى مراء ولدكم بصلاهم ابنهو كام? سبع. واضربوهم على تركاها والتفريط فيها والاهمال فيها. هما ابنهو كام? عشرة. وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني ايه فرقوا بينهم في المضاجع? يعني يجب ان بعد سن عشر سنين الولاد الزكور لهم مكان للنوم والبنات لهم مكان للنوم. يبقى ما ينفعش ابدا الوالد عنده اتناشر سنة اخته عندها خمسة سنة وانجا من بعض. حرم شرع. ما ينفعش. ما ينفعش. بعد سن عشر سنين ولاد لها مكان ولاد لها مكان. ما عندناش غير قضاء واحدة يا بك في ناس نام على الارض ناس نام على السرير تحت السرير اعملوا السرير دورين. ما ينفعش الاخوات يناموا جنب بعض بعد سن العشرة. ولا حتى ينام جنب امه حضرتك. ليه بقى? لانه اخره في اه ان امه تحميه او تشوفها وريطة او تشوفها وريطة اخره زي ما بعض الناس قالوا او بعض العلماء لغاية سن سبعة سنة او ثمان سنة. بعد كده نعلمه ازاي يحمي نفسه? ها? وازاي يشطف نفسه? وهو اللي يقوم بنفسه. لكن يبقى عنده خمستاشر سنة وهم تقول له تعالى عشان احميك يا ولا? ده كلام ما يرديش ربي.